ما هي المدة المناسبة بين الآذان والإقامة؟ ليس فيها حد محدود بالآذان والإقامة ولكن يتحرى الإيمان لا يعلم حدا محدودا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتحرى ربع ساعة ثلث ساعة قد من ذلك على حسب قرب المؤمومين ومسارعتهم فإذا كانوا سارعوا إلى ويجتمعون بكر وإذا كان هناك عندهم كونة الأخوة وضع أحوالهم ولا فيما في العشاء فإذا كانوا رائعهم ويصنوا للعشاء أحيانا وأحيانا إذا رأى معجل وعجلها وإذا رأى معطل وأخرها أما الظهر والعصر والمغرب والفجر فهذه ينبغي للمغرب يراعي فيها حالهم ولا يتأخر كثيرا بل يكون متحرر الصلاة في أول وقتها لكن يريد عجل إلا المغرب فإذا أولى تعجيلها فبعدها ذان بقليل كان النبي بعثلها بعد الألان بقليل وكان الصحابة يخلوها بعد الألان رقعتين ثم يأتي النبي ويقعب عليه الصلاة والسلام شكرا شكرا